ملخص الفصل السابع الرخويات أهمية الرخويات الرخويات أهمية ودور مهم في السلسلة الغذائية داخل المحيط وخارجه فهي حيوانات كانسة آكلة للقمامة ولا فوالد أخرى عديدة على سبيل المثال فإن المحار ينقل ما عن طريق منع تكاثر الطحالب مميزات الرخويات الرخويات لها تجويف جسمي حقيقي مما يعني أن أنسجتها وجهزتها معقدة تتحرك بواسطة قدمها العضلية يسمها طريق ولا جز الجهاز العظمي الخاص بها لها فتحتان يحيط اسمات داخلي غشاء يفلس كربونات الكاليسيوم يعرف بالعباء بعضها له صدفة أو أكثر والبعض الآخر بدون طوائف الرخويات تصنف الرخويات في ثلاث طوائف بناء على الاقتلال في تركيب كل من الصدفة والقدم وهذه الطوائف هي واحد بطنية القدم تتحرك عن طريق تقلص وانقباض قدمها العضلية يسهل المخاطئ انزلاق القدم ودفع الجسم إلى الأمام سميت بهذا الاسم لوجود قدم لها تحت المعدة من الجهة البطنية بعضها ليس له أصداف اثنين ذات المصراعي لها سطفتان تعيش في البيئة المائية لا تتحرك إلا عند الشعور بالخطأ ترجمة نانسي قنقر